عاجل صرف 750 جنيه للموظفين والعاملين وخبر صار بننشر التفاصيل وعاجل ننشر تفاصيل فكرة بيع الخبز المدعم بالكيلو بالتفاصيل وعاجل تفاصيل إزالة منطقة بالكامل في قلب القاهرة والأرصاب بتحذر المصريين استعدوا لأعلى درجة حرارة طوال العام وعاجل من المرجح رافع المركز المصري الفائدة ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو وعاجل الكنيسة ترد على إدعاءات ظهور المسيح في الصعيدة وبننشر التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل لي ألفين أعجبني أو اللايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحية مصر وانتوا قدها وطنيين بنبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معنا وهو ووافق المهندس كامل الوزير وزير النقل على صرف منح لموظفي سكك حديد مصر والشركات التابعة لها بموجب مذكرة قدمها الاتحاد العام لسكك حديد وعمال مترو الأنفاق يطلب فيها منحا لعمال سكك حديد مصر وقطارات الأنفاق بمناسبة شهر رمضان المبارك من جهته قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لعمال القطارات والمترو ان وزارة النقل هتعمل على إصدار منحة 750 جنيه لعمال القطارات والمترو بمناسبة حلول رمضان المبارك وان هذا إجراء سنوي تقوم به الوزارة سنويا لعمالها وفي نفس الخبر صار معانا في سياق آخر أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم واليميش الرمضاني هتستمر في توفيرها بأسعار تنفسية تقل بنسبة 20 إلى 30% عن السوق طوال شهر رمضان من خلال منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية وذلك لتلبية احتياجات السوق واحتياجات المواطنين وضح وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المسلحي ان كارتونة رمضان متوفرة في المجمعات الاستهلاكية بسعر الصندوق الواحد 52 و95 و123 جنيه وزير التموين والتجارة الداخلية قال ان جميع كارتين رمضان بفئتها المالية المختلفة بتحتوي بداخلها على السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والرز والمكارونة والشاي والصلصة ويمكن زيادتها بأنواع أخرى اذا طلب المواطنون فئات نقدية أخرى وزير التموين والتجارة الداخلية أضاف ان المجمع الاستهلاكي بيضم أكتر من 1100 مادة غذائية بيتم بيعها للمستهلكين بتخفيضات تصل ل30% وأن توصيل المواد الغذائية للمجمعات الاستهلاكية زاب بنسبة 50% استعدادا لشهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بألف خير نتمنى إن شاء الله أن يكون يعني بإذن الله زي كل الرمضانات اللي فاتت رمضان خير للجميع بإذن الله كل عام وأنتم بألف خير بننتهل مع بعض الخبر آخر وعاجل ننشر تفاصيل فكرة بيع الخبز المدعم بكيلو بالتفاصيل قال عطية حماد رئيس شعبة المخابس بالغرفة التجارية بالقاهرة إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس حول رغيف الخبز مصيرية وتاريخية لمن يحب البلد ويسعى للمساهمة في حل الأزمة وحالة تم تطبيقها على كل لم يكن هناك سوق سودة للسلة والذي ينتج عنه تطبيق القرارات على الجزء فقط أضاف حماد كلام مداخلة هاتفية مع برنامج صباحك مصري المذاع على فضائية امبيسي مصر إن ضعف الرقابة على السلع والأسواق سبب رئيسي في استغلال بعض التجار ورافع الأسعار وشدد على ضرورة إلغاء فكرة الوصيب بين الدولة وأصحاب المخابس هيساهم في خفض أسعار الخبز السياحي بشكل كبير أعرب رئيس شعبة المخابس بالغرفة التجارية بالقاهرة على رفض الفكرة ببيع الخبز المدعم بالكيلو أشهر إلى أن هذه الفكرة تم عرضها منذ أربع سنوات ولم تحظى بقبول من المسؤولين لكون بيع العيش بالكيلو يستلزم تهوية العيش وبضعه في أكياس بينما الخبز المدعم يتم بيعه ساخن أشهر لتأييده لبيع الخبز بالكيلو بالنسبة للخبز السياحي لافتني لأن هناك اجتماعا مع وزير التموين خلال أيام لبحث حل أزمة الخبز الحر المصدر معنا كان من بوابة أخبار اليوم عاوز أعرف من حضراتكم في التعليقات هل بيع الخبز بالكيلو أو بالميزان يعني هل هيكون أفضل من نحن نشتري الرغيف بالعد أترك ليكم التعليق وعاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا الأمر لأنه مهم جدا ولو يعني الحكومة رأيت أن فيه إقبال على هذا الأمر وأن الناس متقبله ممكن يكون فيه تحرك من الحكومة تجاه هذا الأمر أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر حابب أعرف رأيكم في التعليقات بننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل إزالة منطقة بالكامل في قلب القاهرة أزلت السلطات المصرية عزبة وهبة في حي الساحل في المنطقة الشمالية في القاهرة في إطار تطوير المنطقة وأكدت المصادر أنه سيتم إزالة منطقة عزبة وهبة بالكامل وذلك بعدما تم الحصر أضاف أنه تم حصر 300 عقار لإزالتها وأشرت إلى أنه سيتم عقد جلسات من قبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية مع سكان المنطقة لمعرفة الرغبة في طريقة الحصول على تعويض للبدء في أعمال الإزالة المصادر تبعت وقالت أنه هيتم حصر مبدأ للمنطقة لمعرفة عدد العمرات السكانية والمحلات التجارية بالمنطقة لتعاودهم وفقا للمقيم العقاري للمنطقة المصادر أكدت أنه هيتم طرح عدد طرق لتعويض سكان المنطقة لفتن إلى أن هناك مقترحا لتعويض السكان بمقابل مادة عن سعر المتر للشوء السكانية والمتر التجاري بسعر اليوم وفقا لما يحدده المقيم العقاري والبديل الثاني المطروح الحصول على وحدات سكانية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات إما طريقة التعويض الثالثة فهي عودة سكان المنطقة بعد التطوير المصدر معانا كان من أخبار اليوم أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والسلطات المصرية أزالت عزبة وهبة في حي الساحل في المنطقة الشمالية في القاهر المصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم وأترك لكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر والأرصاب بتحضر المصريين استعدوا لأعلى درجة حرارة طوال العام قدم التلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول حالة التقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات والأيام القليلة القادمة أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بشأن وصف المناخ خلال فصل الربيع على جمهورية مصر العربية حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع فلكيا على مصر اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 22 وهيستمر لمدة ثلاث أشهر لينتهي يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 22 هيئة الأرصاد الجوية قالت أن فصل الربيع هو فصل انتقالي ينقلن من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان تابعت عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون من المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية بتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر بيصاحبها رياح جنوبية غربية ناشطة وهو ما يعرف برياح الخماسين والتي تكون مثيرة للرمال الأتربة وبتؤدي إلى تظاهر الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة ويشهد الجذء الثاني من فصل الربيع تسجيل أعلى درجة حرارة تصل لـ 47 درجة ثم يحدث انقلاب حرارة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأضافت ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وينشط أحيانا منخفض البحر الأحمر سودان الموسمي ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسينة بيؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبالية المصدر معانا كان من اليوم السابع وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل وهذه كانت توقعات من الأرصاد الجوية المصرية وتحذيلات لبعض المواطنين من حالات الطقس في السلاسة أشهر بتاعت الربيع وزي ما قلت لحضراتكم أن فصل الصيف هيبدأ رسميا 20 يونيو 20-22 المصدر معانا كان من اليوم السابع وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر وعاجل الكنيسة بترد على ادعاءات ظهور المسيح في الصعيد وكشفت الكنيسة المصرية حقيقة مزاعم بعض الأشخاص أن يسوع المسيح ظهر لهم وكلفهم بأسائل يبلغونها للناس بحسب بيان المجلس التابع للكنيسة ورد المجلس في بيانه على هذه المزاعم وضح أن السيد المسيح له المجد لم يترك وصايا ناقصة ليظهر مرة أخرى ليكملها مع أحد وأضاف الظهورات مثلها مثل مواجزة التكلم بألسنة هي بالأكثر آية لغير المؤمنين مؤكدا أن الكنيسة القبطية الأرسوزوكسية تؤمن بأهمية العلاقة الإيمانية الخفية داخل القلب وغير المعلنة للناس للإفتخار وتمجيد الذات وتابع تدقق الكنيسة في الاعتراف بالظهورات السمائية ولا تقبل تصديق كل ما يقال عنها لذلك تشكل لجان كنيسة لتتقصى صحة وصدق أي الظهورات سواء لأمنا العذراء القديسة مريم أو لأحد الشهداء أو القديسين خشية أن تكون هذه حيال شيطانية مضلة ولا عجب وتابعت الكنيسة دائما أن السيد المسيح له المجد موجود كل يوم على المذبح لكل أبناؤه كما أن السيد المسيح له المجد لم يعلمهما الإدانة بصفة عامة موضحة أنها لم تقر بصحة أي ظهورات أو رؤى خاصة للأشخاص وفي حالة الإقرار بصحتها تقوم بإصدار بيان رسمي بذلك الكنيسة شددت على ضرورة عدم الإنسياق رأى هذه الإدعاءات التي لا يعترف بها كتاب المقدس ولا تعاليم قطية الأرصيزوكسية موجهة نصيحتها لأصحاب هذه التعاليم بمراجعة أنفسهم وأفكارهم والالتزام بتعاليم الكتاب المقدس والكنيسة وضح أن دور الكنيسة أن تعمل حسب الدسقولية على محو الذنب بالتعليم بحسب نص البيان المصدر معنا كان من صحيفة الوطن وهذا كان رد من الكنيسة على الدعاءات ظهور المسيح في الصعيد وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل من المرجح رافع المركز المصري الفائدة وننشر التفاصيل رجح تقرير أعدته وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع الحالي 24 مارس وقالت الوكالة في تقرير لها أن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 24 مارس الحالي اجتماعا لتحديد سعر الفائدة في مصر وصلت تزايد التوقعات برفع الفائدة مع القافزة الكبيرة في معدل التضخم في مصر كما رجحت الوكالة أن تتجه مصر نحو برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لتتمكن من عبور أزمة تتفاقم نفذت مصر تلت برامج مع صندوق النقد الدولي منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 كان آخرهم الحصول على تمويلين في أعقاب الأزمات اللي فاتت وتقول الوكالة أنه بالنظر لتجديد ودائع خليجية لدى البنك المركزي يمكن لمصر الحصول على دعم إضافي من شركائها في الخليج باستخدام الحيز المالي الإضافي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط أظهر ببيانات البنك المركزي المصري الأخيرة تجديد موعد استحقاق وديعة سعودية بقيمة 2.3 مليار دولار لتدفع في كتوبر 2026 بدلا من النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي وفي كتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية تمديد ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار كما أعلنت تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحيكم مصري ميديا إي بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته